هيئة الأرصاب تتوقع النهاردة أن يكون الطقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار رضب على السواحل الشمالية بالليل الجو حيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحيكون فيه استقرار في ارتفاع نسب الرطوبة ده بيزيد من الأحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجة مئوية خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين أهلاً بحضرتك أخبار الجو النهاردة مبارح شفنا كده يعني بالليل بدأ الجو يعتادل بعض الشيء هل إحنا مستمرين إن شاء الله في ارتفاع لدرجات الحرارة ولا الدنيا حتكون ألطف شوي فعلاً إحنا بالأمس كان يمكن كانت أقل درجة حرارة بنسجلها على مدار الأسبوع كله وكانت العظمى على القاهرة في حدود الـ 34 لـ 35 درجة خلال ساعات النهار كمان كان فيه بعض الغيوم والسحب خلال ساعات الصباح الباكر كانت دليلة على تحسن الأجواء بشكل كبير لو تكلمنا عن النهاردة تحديداً هيكون مشابه لطقس الأمس إلى حد كبير هتكون خلال ساعات الصباح الباكر يمكن كل اللي خرج خلال ساعات الصباح وحتى الآن بيلاقي بعض السحب الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية بنتكلم عن السواحل الشمالية، الوجه البحر والدلتة حتى محافظات القاهرة الكبرى بعض السحب الخفيفة خلال ساعات النهار وبعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة اللي بتكون دليل كبير على تحسن الأجواء عن الفترة اللي فاتت بالفعل اليوم يمكن العظمى على القاهرة بنتوقعها ما بين الـ 35 لـ 36 درجة مقوية خلال ساعات النهار هيظل معها الطاقس شديد الحرارة خاصة خلال فترات الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية وخلال ساعات الليل أيضا طاقس مائل للحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة اللي زي ما حضرتك أشارت في البداية إنها بتزاود إحساسنا لارتفاع درجات الحرارة عن المقاسة بمعدل بيصل من درجتين لـ 3 درجات طبعا معدد السواحل الشمالية اللي بتسجل اليوم درجات حراء أقل وبيكون معها الطاقس حر نهارا وخلال ساعات الليل الطاقس المعتدل اليوم زي ما قلنا هو مشابه للأمس لكنه ممكن أعلى بمعدل درجة تقريبا وهيظل معها الطاقس شديد الحرارة الحقيقة الـ 36 درجة المتوقعة تسجيلها النهاردة على القاهرة هي تعتبر مرتفعة نسبيا في المعتاد لكنها لو قردناها بالإسبوع اللي فات مثلا أو بالموجات الحرارية المتلحقة اللي احنا بنشوفها كل يوم والتاني فبالتالي بدأنا نعتبر إن الـ 36 درجة يعتبر انخفاض نسبي مقارنة باللي احنا بدأنا نتعود عليه أو الدرجات الحرارة المرتفعة اللي بدأنا نشوفها لكن الـ 36 درجة والـ 35 درجة تعتبر بالفعل في المطلق تعتبر مرتفعة خاصة مع نسب الرطوبة العالية يا رب يكمل الجو كده كويس معنا الفترة اللي جاية ويكمل الانخفاض بالنسبة للنسب الرطوبة اللي بتزود إحساسنا بالحر هل بتختلف من محافظة إلى محافظة أخرى تحديدا كمان المدن السحلية عشان احنا يعني في موسم أجازات وفيه صفر بالتأكيد النسب الرطوبة بتختلف من محافظة لمحافظة حسب موقعها وقربها من الفطح البحر المتوسط وعلى حسب سيطرة منخفض الاند الموسم اللي هو يعتبر المصدر الرئيسي لجلب الرطوبة والحرارة بالنسبة لنا الصحر الشمالية في المعتاد بتكون هي الأعلى من حيث نسب الرطوبة اللي بتوصل بالنسبة لأكتر من 90% ودي بلسأل نسبة عالية جدا بيكون معها الهواء مشبع تماما ببخار المية كلما اتجاهنا للمحافظات الداخلية بتقل نسب الرطوبة بشكل تدريجي وأقل نسب الرطوبة بالتأكيد بتكون على محافظات جنوب الصعيد لكن خلينا أقول لحضرتك أنه النهاردة وبكرة ممكن نلاقي بعض نسمات وهبات الرياحة الخفيفة على فترات متفرقة من اليوم بتقلل أحيانا إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة خاصة في المناطق المكشوفة أو المناطق المفتوحة كمان مشاط الرياح ده بيكون أعلى شوية بيوصل لـ 50 كم على الساعة على مسطح البحر المتوسط وعلى أيضا البحر الأحمر وخليج السويس وبالتالي بيؤدي هناك الارتفاع الأمواج اللي بتصل أحيانا لـ 2.5 متر علشان كده بنوجه تحذير أو أول تحذير للمصيفين والمصطفين على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط يعني شواطئ المطروح والسكندرية وبعض شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس بتوخل حذر التام واتباع التعليمات لتعليمات المسؤولين عن الشواطئ هناك في حالة رفع الرياض التحذيرية من هذا الأمر دائما حضرتك فقالت هو هاستمر هذا التقصي اللي يعتبر 36 أو 35 فهو يعتبر خلال المعدلات نسبيا الحقيقة الخرايط اللي أمامنا بتشير أنه على منتصف هذا الأسبوع هيحصل تغير في مصادر الكتل الهوائية سواء على فطح الأرض أو في طبقات الجو العليا وبالتالي بنتوقع من منتصف الأسبوع ده عودة تدريجية لارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى على كافة مناطق الجمهورية وزروة الارتفاع ده هتكون نهاية الأسبوع إن شاء الله هتوصل معها العظمى على القاهرة لحدود 39 درجة مئوية ربما كمان 40 درجة هيتم تسجيلها في الظل و45 درجة على المحافظات الجنوبية كمان السواحل الشمالية هيكل لها نصيب من الارتفاع ده اللي هتوصل معها العظمى في حدود 35 درجة مئوية تم قياسها في الظل مع ارتفاع نسب الرطوبة بشهزة الشكل الكبير بالتالي هنشعر بدرجات حرارة أعلى من دي فنقدر نعتبرها موجة حرارة أو ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بيستمر معنا من منتصف الإسبوع حتى نهاية الإسبوع على الأقل يعني الحد منتصف الإسبوع كده إن شاء الله في اعتدال في درجات الحرارة يعني 36 أعتقد إنها درجة حرارة مقارنة طبعا بدرجات الحرارة أو موجات السابقة الحرارة معقولة شوية لكن مع نهاية الإسبوع هنرجع مرة تانية زي ما حضرتك قلت لارتفاع درجات الحرارة أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة في كافة أو أغلب محافظات الجمهورية البداية حتكون من القاهرة اللي حتسجل الدرجة العظمى فيها 36 والصغرى 25 العاصمة الإدارية العظمى 36 والصغرى 24 إسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 العالمين الجديدة العظمى 31 والصغرى 22 مطروح العظمى 30 والصغرى 23 دمياط العظمى 32 والصغرى 25 نروح مع حضراتكم لكورس عيد بتسجل درجة الحرارة العظمى فيها 33 والصغرى 26 الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 24 السويس العظمى حتكون 37 والصغرى 23 أما العريش العظمى 34 والصغرى 22 كاترين العظمى 33 والصغرى 15 طابة العظمى 34 والصغرى 24 حلايب العظمى 35 والصغرى 28 شلاتين 38 37 عفوا العظمى والصغرى 27 شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى حتكون 39 والصغرى 28 أما الغرداء فالعظمى 39 والصغرى 27 نروح لمحافظة الفيوم العظمى 37 والصغرى 22 بني سويف 37 22 الوادي الجديد العظمى بتسجل 39 والصغرى 25 أسيوت العظمى 37 والصغرى 24 سهاج العظمى 38 والصغرى 25 أما محافظة أسيوت فهتسجل درجة الحرارة فيها العظمى حتكون 37 والصغرى 24 سهاج 38 و25 قنى العظمى 41 والصغرى 27 ولؤسر العظمى 41 والصغرى 27 أسوان العظمى 41 والصغرى 28 دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد الشازلي وجمانة شكراً لكم